بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ونشرتنا الرياضية هنا من قناة النادي الأهلي متابعة حصرية ومتابعة دائمة لكل ما هو جديد وأخبار النادي الأهلي اليومية سواء في قطاع قرة القدم أو الألعاب الجمعية والألعاب الفردية وأيضا أخبار المنديال وكأس العالم المستمر في هذه الأيام وينطلق غدا بإذن الله مباريات تدور الستة عشر والمباريات المصيرية مع قبرى أو قبرى المنتخبات الأوروبية والمنتخبات من أمريكا اللاتينية في المرحلة النهائية من مباريات كأس العالم روسيا 2018 بالتأكيد فريق النادي الأهلي العد التنازلي والاستعداد لأولى المباريات والانطلاق الأفريقية أمام تونشيب بطل بتسوانا بإذن الله هذه المباراة والمقارر إقامتها يوم 17 من شهر يوليو القادم على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدور أبطال أفريقيا يمكن فريق النادي الأهلي في هذه الأيام غلاص بيستعد من خلال مرحلة ثانية وأخيرة قبل السفر للمعاصق الأوروبي الذي سيختتم بها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باترس كارتيرون الاستعدادات النهائية للمباريات الأفريقية وانطلاق الموسم القادم أمام الجهاز الفني مباراتين أهمتين وفي غاية الأهمية وفي بداية الموسم مباراة تونشيب يوم 17 سبع على استاد برج العرب وبعدها بعشرة أيام مباراة العودة في بتسوانا ست نقاط بالتأكيد مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني لأن الفريق بالفوز بهذه المباراتين وبتحقيق الست نقاط سيدخل بشكل رسمي في المنافسة على المجموعة الأولى مع الترجي التونسي وكانبالا سيتي وبالتأكيد سيبعد تونشيب عن المنافسة في ظل أن الأهل في المركز الأخير بعد أول جولتين في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا وبالتالي الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة ومن خلال عدد من التدريبات البدنية والاستعداد للمرحلة القادمة خضى مباراة ودية في ختام معسقرة الأسكندرية أمام فاركو وغدا هي المباراة الثانية الودية لبترس كارتيرون والجهاز الفني للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد حيث سيخود فريق النادي الأهلي في الخامسة من عصر غد السبت بإذن الله مباراة ودية أمام فريق نادي الشمس في طر الاستعداد للمرحلة القادمة وبداية الموسم واستئناف المشوار الأفريقي يمكن فريق النادي الأهلي النهاردة صباحا كان بيتدرب على ملعب مختار التتش وكان الجهاز الفني فضل أن يكون تدريب صباحي وعلى فترة واحدة خاصة أن بالأمس كان أولى تدريبات فريق النادي الأهلي في ملعب التتش بالجزيرة بعد معسقر الإعداد في مدينة برج العرب الأسكندرية بعض الأخبار المبشرة بالنسبة لفريق النادي الأهلي وتعافي عدد من اللاعبين من الإصابات المختلفة خلال الفترة الأخيرة سواء باسم علي أو ناصر ماهر لكن في نفس الوقت نتمنى يا رب بإذن الله من بعض الأخبار المبشرة أن يكون إصابة أحمد الشيخ بسيطة بإذن الله بعد إجراء الأشعة وحصام عشور يقدر يأخذ التدريبات الجماعية بعد مباراة الشمس النهاردة باسم علي بدأ التدريبات ودخل بشكل تدريجي في المران الجماعي صباح اليوم الجمعة وأدى بعض الوحدات التدريبية مع زملائه في التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل تمرينه التأهيل تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد ومخطط الأحمال البدنية في الجهاز الفني للفريق الأول باسم علي كانت تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة في الدورة أمام المصر يوم 20 مايو الماضي وكانت إصابة في كاحل القدم والرباط الداخلي للرجبة خد برنامج تأهيل ومكسف طوال الفترة الماضية مع دكتور طاري عبد العزيز ودكتور خالد محمود ودخل في الأحمال البدنية مع مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم في معسقر الفريق في بورق العرب وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية لكن هيكون بشكل تدريجي خاصة أن فترة الإصابة كان بعيد فيها تماما عن التدريبات البدنية والمران والأحمال البدنية استعدادا للموسم الجديد خبر آخر هو إصابة حسام عشور في الكاحل وبرنامج تأهيل مكسف يمكن فيه مباراة تفرق والودايم كان حسام عشور تعرض لإصابة كده خفيفة في كاحل القدم أثناء مشاركته في الشوت الثاني هذه الإصابة يمكن الجهاز الفني يفضل بالأمس فيه المراني البدني ما يستكملوش للنهاية عشان ما يكونش فيه طفاقهم للإصابة وأدى برنامج تأهيل مكسف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود بدأ بالجري بشكل تدريجي خفيف لتجهيز للحاق بمعسقر الإعداد الخارجي استعدادا للمسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تونشيب بطل بتسوانة بإذن الله حسام عشور بالأمس يمكن في المراني البدني خض جزء لكن الجهاز فضل أنه يريح والنهاردة كان فيه يعني كشف كده عليه يشوف إمكانية أنه ينزل فيه المراني الجماعي لكن برضو الجهاز الطبي فضل أنه يريحه من مراني النهاردة وغالبا بكرة بالتأكيد فيه المباراة الودية أمام فريق نادي الشمس هيكون بعيد عن المشاركة ويفضل الجهاز الفني أنه يريحه للمرحلة القادمة عندنا معسقر خارجي مهم جدا للجهاز الفني هيقدر يحط فيه الخطة والتشكيل والعناصر اللي هيقدر فيها المباراة الفترة القادمة أيضا من الأخبار الجيدة بالنسبة لمعسقر فريق النادي الأهل وتدريبات فريق القرى خلال المباراة الودية يمكن شوفنا بعض الاختيارات للجهاز الفني بقيادة باترس كارتيرون في توظيف عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة سواء للتغلب على غياب عدد من اللاعبين أو لتجربة عدد منهم في بعض المراكز لاحة تحسبة لظروف معاناة قد تطرأ بالتأكيد في بعض المباراة وعلى مدار الموسم وده شيء جيد جدا بالنسبة للجهاز الفن يحاول يجد أقصر من بديل في أقصر من مركز وبالتالي أقرم توفيه النهاردة يمكن شارك كظاهير أيمن في مباراة تفارقه في الشوت الأول وبالتالي أبدأ ساعدته بسكة كارتيرون على أنه دفع به في هذا المركز كظاهير أيمن وقال أقرم توفيه أنه متفائل جدا بالموسم الجديد قال أقرم أن الجهاز الفني هو تحت أمر الجهاز الفني وما حدث أن مستر كارتيرون طرب مشاركته في مركز الظاهير الأيمن في وديه التفارق وفي ظل إصابة باسم علي ومع رغبة المزير الفني في الاستعانة بمجموعتين مختلفتين في شوتية المباراة قال أن ظهوره في هذا المركز ده مش غريب عليه وأنه لعب في خطاع الناشئين في أمبي لما كان عنده 16 سنة في هذا المركز ودفع به مدربه وقتها سيد ياسين في هذا المركز فبالتالي كارتيرون لما يدفع به في هذا المركز كظاهير أيمن مش غريب على أقرم توفيه وفي نفس الوقت هو سعيد أن الجهاز الفني بيصخ فيه أنه بيشوفه أقصر من مركز اللاعب الجقر ده بيبال لعب مهم جدا بالنسبة للجهاز الفني بيستعين بيه في أقصر من مركز إذا تعرض أي من اللاعبين الأساسيين للإصابة أو حتى غاب لأي ظروف طرق يمكن الشوت الثاني بعد ما خرج أقرم أو المجموعة للاعبة الشوت الأول في مباراة طفارق ومحمد هاني كان نزل في الشوت الثاني أقرم قال أن الفرنسي كارتيرون بيعرف قدراته جيدا وبيرود توظيفها في أقصر من مركز مبديا تفاوله بالموسم الجديد ومشددا في نفس الوقت على ضرورة بزل أقصر جهد في فترة الإعداد من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية وده اللي بيتسم بتدريبات فريق النادي الأهل في الأيام الأخيرة بنشوف تدريبات قوية جدا والتحامات شديدة بين اللاعبين كل واحد بيحاول يقدم ما لديه عشان ينال سقط الجهاز الفني أيضا خبر آخر برنامج تأهيلي خاص لباكماني باكا اللاعب الجنوب أفريقي كان عاد متأخرا من جنوب أفريقيا ودخل في 48 ساعة الأخيرة في معسكر الإعداد في برج العرب الأسكندرية كان خض راحة سلبية وصم شارك في دورة ودية مع منتخب بلادي لذلك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باترس كارتيرون وضع برنامج تأهيلي خاص لباكا في الفترة القادمة البرنامج البدني بيبقى لمدة 60 دقيقة لباقة عشان يرفع من معدلات اللياقة البدنية ليه خلال الفترة القادمة والنهاردة في المراني الصباحي خد تدريب بدني لمدة 60 دقيقة ودخل في الجزء الأخير آخر عشر دقائق من التأسيم الجماعية دخل في تدريبات الكرة على ملعب مختار التيتش بالجزيرة من الأخبار السيئة بقى يعني إصابة أحمد الشيخ أحمد الشيخ يعني مبرح في المراني الجماعي يخد قدمة قوية جدا نفيق رجبة وده اللي أنا قلت لكم عليه المراني مبرح كان شديد جدا وكان حماسي جدا وكل لعب بيحاول بيقدي ما عليه وبيلعب بكل قوة لدرجة حتى أن الجهاز الفني كان بيحاول يوقف التدريب أكثر من مرة عشان يخلي اللعيبة تبقى هادية شوية عشان ما يكونش فيه التحامات قوية وما يكونش فيه إصابة لأي لعب لكن نتيجة هذا الحماس تعرض أحمد الشيخ بالأمس لكادمة قوية في الرجبة الجهاز اللي الطبي بقيادة دكتور خالد محمود كان قال أن الأول عن شخص الإصابة ثم نجري أشعة عشان نطمن على حالة أحمد الشيخ ونعرف بالضبط طبيعة هذه الإصابة النهاردة في التدريب أحمد الشيخ غاب عن المراني الصباحي بعد إصابة الأمس وهيجري أشعة يعني أعتقد خلال الساعات الجارية يكون الإشعة ظهرت بالنسبة للجهاز الطبي يعرف بالضبط طبيعة إصابة أحمد الشيخ إصابة في الرجبة نتمنى يا رب بإذن الله تكون سليمة الجهاز الفني بيحاول أطمئن على أحمد الشيخ وقدامنا مؤمن زكريا عناصر مهمة أحمد علاء الوافد الجديد من فريق الداخلية يعني عناصر مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني في ظل أنك بالطبع خلال الساعات القادمة مع أحمد حمودي وعدد آخر من اللاعبين هتشوف من البدائل والأعداد أو الأربع لعبين اللي هينضموا للقائمة الأفريقية القيد المحلي شغال فتستطيع قيد أي من اللاعبين خلال الفترة القادمة وعلى مباراة تونشب يعني ما أعتقدش الجهاز الفني عيقيد من دلوقتي يعني قبل مباراة تونشب بـ 72 ساعة بـ 48 ساعة هيستقر على لاعب أو 2 لأن القيد مستمر لغاية 5-8 بإذن الله وأمامنا أربع أماكن في القائمة الأفريقية بعد قيد 26 وكان آخر المقايدين بعقى قبل مباراة الترجي في استاد بورج العرب طيب التدريبات بنشوف فيها أشياء مختلفة شوية الجهاز الفني من خلال المرحلة البدنية والاستعداد الفني وتكليف عدد من اللاعبين ببعض المهام داخل الملعب بنشوف الأداء الهجومي والأداء الدفاعي بيبقى حريصة كارتيرون على تنفيذه بشكل مهم جدا وبيعقد حصص تدريبية لبناء الهجمة من الخلف حتى الأمام وفي الاندفاع الهجومي وفي الارتداد الدفاعي وده كل شغل تاكتك وشغل الجهاز الفني بيشتغل عليه لأن مرحلة الإعداد هو التأسيس أو البناء اللي هتبدأ تشتغل بي للموسم القادم لو أنت بتبني عمارة وعايز تتلحها بشكل جيد وتستحمل وتعيش معاك خمسين سنة أو مئة سنة لازم تحط الأساس كويس فأي فرقة كور عايزة تلعب موسم فني وبدني على أعلى مستوى هي المرحلة الحالية اللي احنا فيها دلوقت سلع تأسس بيها الفريق بشكل جيد سواء في الناحية البدنية فيه تنسيب أعالي وفي نفس الوقت الناحية الفنية فيه تنفيذ القرات السابتة فيه تنفيذ الاداية الهجومي فيه ارتداد الدفاعي والكونتر أتاك كل الأمور الفنية دي مهمة جدا للجهاز الفني بيحفص بها اللعبة بيشوف طريقة اللعب الشكل الهجومي هيبقى شكلك عامل إزاي وبتبقى دايما فيه تعلمات مكسفة يمكننا حتى متبعدنا للتدريبات في العام الأخيرة دايما كارتيرون بيوقف المران كتير ومش من النوع اللي هو ممكن يعدي لعبة أو يمشي باص بسهولة لازم يوقف لأنه عايز اللعبة تتلعب بشكل معين الأوفر يتعمل بشكل معين الباص يطلع بطريقة معينة وهي الفترة دي فترة قويسة لتصحيح الأخطاء وأنك بتدي تعليمات فنية للعيبة والمباراة الودية بتبقى الهدف منها ده حتى المباراة الودية لما بيبقى الجهاز الفني مش عايزها تتزاع أو الناس ما تشوفهاش في الفترة الحالية ده بيبقى شغل فني مهم جدا عشان تبني عليه المرحلة القادمة وتفاجي بيه الفرق وانت بتستعد للموسم الجديد سواء بالنسبة للمستوى أو المشوار الأفريقي أو حتى في المشوار المحلي الهدف بقرى عنده مباراة مهمة جدا مع نادي الشمس قلنا المباراة تكون الساعة خمسة هي المرحلة أو المباراة الثانية من مرحلة الإعداد بالنسبة لفريق النادي الأهلي مباراة تفاركوا يمكن الجهاز الفني خاضي المباراة بمجموعتين مجموعة شراكت في الشوت الأول وظهرت بشكل جيد جدا وكان فيه شغل هجومي ودفاعي مميز وقرات عرضية واختراك من منتصف الملعب بشكل رائع جدا لكن طبعا لسه انت بتبدأ فترة الإعداد فمنتظرين الأفضل والأفضل بنشوف أداء صلاح محسن أحد المهاجمين الواعدين اللي بالتأكيد الفترة القادمة هيكون من العناصر المبشرة جدا واللي هتكون من نجوم بطولة الدورة الممتاز يا رب ان شاء الله السنة القادمة والموسم القادم بالطبع أيضا مباراة الشمس الجهاز الفن يحاول يطبق فيها بعض طرق اللعب وتنفيذ بعض الجمل الخططية والتدريبات الفنية في هذه المباراة والمباراة الوديها دايما للنتائج هي المقياس الجهاز الفن ما يبصش على النتائج هو يبص على طريقة الأداء وتحرك اللعيبة ومدى الإعداد البدني أو مدى اليقى البدنية اللعيبة وستطلاها لأي مرحلة لسه بتبدأ موسم فبتأكيد المرحلة البدنية بتبقى لسه تيجي مع المتشاط فهتبان أكتر مع عدد من مباراة لكن المباراة الوديها بتبقى مهمة جدا للجهاز الفني عشان بداية الموسم والمباراة الرسمية ودائما الجهاز بيبقى حريص في المباراة الوديها أنه يشتغل بشكل مختلف سواء حتى في النتائج أو حتى في التشكلات أو في التغييرات طيب للاقتراب أكثر لمتابعة تدريبات فريق النادي الأهلي وتصرحات الجهاز الفني والاستعدادات